مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سنتطرق اليوم إلى موضوع معرفة طبقات العلماء والرواد تعريف الطبقة لغة هو القوم المتشابهون أما تعريفها اصطلاحا فهم قوم تقارب في السن والإسناد أو في الإسناد فقط ومعنى التقارب في الإسناد أن يكون شيوخ هذا شيوخ الآخر أو يقاربون شيوخه ومن فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية ونحو ذلك لأنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما وكذلك الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة وقد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر مثل أنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة فهم مع العشرة في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة وباعتبار السوابق إلى الدخول في الإسلام تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم في نوع معرفة الصحابة فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة وينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم ومن رووا عنه ومن روى عنهم وأشهر المصنفات فيه كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد وكتاب طبقات القراء لأبي عمر الداني وكتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي وكتاب تذكرة الحفاظ للذهبي أتمنى أن يكون هذا الدرس من كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان قد أفادكم وأراكم في حلقات مقبلة إن شاء الله